اشتركوا في القناة والتجريبة لكن مع مرور الايام يكتسب المربي المبتدئ التجارب من خلال حالات كتمر عليه يعني بالتجارب الأخطاء الأمراض اللي كيقعوه يجعل المربي كيكتسب واحد التجارب اذا عندما يتوجه المربي الى السوق لشراء الانبيه لأول مرة يجب ان تكون لديه افكار ونقط يعني في الدهن دياله يعني يجب ان يجدها في هذه الانانيب هذه النقاط خاصة تكون موجودة في الانانيب انا حاولت انني خاصة لكم هذه النقاط يعني في النقاط يعني بسيطة ما نساعمش عليكم وهي كالتالي اول حاجة اللي مربي خصو يديرها يعني مني يكون كيشري ان يراقب الاذنين ديال الارنب ويراقب الارجل بحيث خصوهم يكونوا خاليين من التصمغ التصمغ هو واحد القشور بيضاء كتكون في الاذن او كتكون في الرجل ويجب ان يكون الجسم مكسي بالشعر احنا نقوله بحالة طريقة بحالة هكا مكسي كله بالشعر وفي الحقيقة هاد النقطة خص المربي يرقز عليها بالذات لانها ممكن ان هاد الانانيب يكونوا مصابين بالجرب لا قدر الله اذا هادي نقطة نقطة ثانية ان يكون الشعر ديالهم يكون املس يكون ملس بحالة طريقة وما يكونش منفوش يعني طالع الاسم هكا ويعني نقوله هو خصو يكون ناعم ما يكونش مربش يعني اذا كان منفوش احنا نقوله منفوش يكون الارنب فيه بحال البرد وباديه للمرض اذا هدو من هاد النقطة تالت حاجة خصو يكون الارنب ما يكونش يعني منكامش على نفسه يعني مفروز في واحد دكوان منين تشوفوهم في واحد اللقون تغيم غيب وحدهم مفروز في واحد الجيهة عرفوه راة ما يراه باديه شي مرض او را فيه المرض يعني يخصو يكون كيتحرك بزاف ويكون حيوي يكون حيوي بزاف قاع يخصو يكون منين تشدوها ينتهزوها يبقى يترك هذا كوو يعني الارنب لي ساليم مئة بالمئة رابع حاجة خص المربي يشوف في العينين ديال الارنب خصو يكونوا كيلمعوا خصو يكون فيهم واحد واحد اللمعة واحد واحد الدمعة يعني خصو يكون مش يكونوا ناشفين ودبلانين لا خصو يكونوا كيلمعوا يعني العينين كيلمعوا خصو تشوف له في عيني هنا هذي نقطة كين خمسة رقم خمسة وهو خص خص المربي يتحسس في بطن الارنب اللي غادي يشري ما خصو يكون فيهم انتفاخات لان انتفاخات صافي قولوا غيرتوا دعوهم على داك الارنب لان راهم باديهم المرض ودك البائع بغيرتفك منهم تاني حاجة الحاجة خصو يتحسس على الجسم بأكماله ديال الارنب بحيث يكون خالي من أي نوع من الحبوب أو شي نوع من القيح اللي يكون تحت الجلد يعني مني كيكون شي شي حبة كتكون منفوخة كيكون يعني كيتحسسها يعني ضروري خصو تحسس شوف واش هذيك يعني الارنب خالي من جميع أنواع يعني شي حاجة يعني نقوله شي حبة منفوخة ولا شي عرة احنا كنقوله عرة كتكون شي وحد النفخ واحد قيح كيتجمع من تحت الجلد توخصه يتحسس بيكون فيه يعني منجيت الكرش ومنجيت ضر ويعني كامل الجسد إذن هذا بالنسبة المناصفات يعني ديال الارنب السليم أما بالنسبة لكيفية التعامل مع الانان الجديدة عند مربي جديد يعني من يجيبهم عنده الضار أول مرة تهي الخص خص على المربي أن يعني يسر هذك الارانيب بعدما من يكون جايبهم في الطريق ما يوريهم للناس هو يكون فرحان هنا شريط الارانيب يقدر يوريهم الجيران يقدر يوريهم الأهل الدار من الأحسن يدير لهم واحد سويك أو كرتون أو دسوهم حتى تحطوهم في البلاسة إما الكاج إما الأرضية إذا شفوهم الناس رأى العين كينة وكتقسلهم العين رأى كتقسلهم ورأى مدكورة في القرآن الكريم حاولوا أنكم تدسوهم تديرهم كالشمعة يعني لمشة احتصاط عليها البرد كطفة حاولوا أنكم متبينهم شلل الناس إذن هذه نقطة ثانية نقطة في البداية يعني لإعطاكم هذا الأرانب معوض الأرانب على طريقة واحد النهج من أحسن سولوه قاعب هلوش حالكة تعطيهم الكيمية للأكل اسموه نوع الأكل أنتم ما ينبغي تتعودهم على الأكل على أي نوع من الأكل حاولوا أن هذا الأكل أعطيهم بكمية قليلة في اللول باش يشوفوا واش غدين الفروه أو غدين يأكلوه لتعودوا على النوع الأكل اللي أنتم ما برغين تعطيهم اللي عندكم متاح كيف لديه الخبز كيف لديه الفصا كيف لديه الشعير كيف لديه النخال كل واحد في المدينة دياله عنده نوع ديال الأكل ممكن يعطيه الأرنب دياله أو ثاني على حسب الإمكانيات كيف لديه الإمكانيات يشري لهم السيكاليم السيكاليم يكون مما معاودين شعير مثلا يأكلوا غير ضراء والشعير وعطيهم السيكاليم أو يتلفو وكثير يعطيهم كميات وفيرة وكميات بزاف عندهم يحدث لهم انتفاخات يحدث لهم كوكسيديا يعني الإسهال تجري كرش ومهم تقولون أنتم مرحنا هذا المربرة هو اللي يضحك عنه نارا فيهم ومشي مرضى منتوما رخص منتوما تعرفوا تتعاملوا مع هادك الأرانيب غير تشدوهم تقاطيهم العلف إلا شوية بالتدريج بالتدريج حتى يولفوا عندكم عاد كما نقول كثير ومعه واخيرا أنكم خاصكم تفرزوا هادو الأرانيب عن بعضهم البعض لأن ممكن أنكم تشريوا أرانيب يعني من عند شخص آخر يعني هادو الأرانيب غادي تشكونوا موالمين مع بعضياتهم غادي تحطون في الكاج أو تحطون في الأرض غادي بدوا يتقاتلوا بعضياتهم غادي تنضل في الصباح غادي تتقوش واحد ميت غادي تقولوا أو ثاني راه السيد الديناء لي راه تحكي علينا غير لا غادي يكون واحد قتل واحد را كين النوع القتالات لأن تنضل في الصباح لم تتجدوا الدم وكانتجدوا واحد ميت وما راه بعضياتهم بدوا يتقاتل ويتقاتل ويتقاتل حتى اتوا القتل واحد يعني حاولوا أنكم تفرزوهم يعني وخي يكونوا شريتهم عند واحد ممكن هذا الشخص يكون شرام غشاري شرام عند الشخص الأول والشخص الثاني والشخص وبدأ يبيع لكم التوم ومش يتعلي القطيع كامل كتقولوا بيلي هو قطيع واحد وملا راه يعني مش يخوت هذا مشكل إذا مكان مربين عند واحد مم ولي مش مع بعضياتهم راه يتضرب وكتري الضوكور الضوكور لك حتى مع بعضياتهم راه يتقاتل واحد كيشوف واحد بحل ما تسموه شاف كيشوف بعدو ديالو كيبقوا يتقاتلوا مع بعضياتهم ممكن أن واحد يقسل واحد إذا المشروع زيان غخص كيفاش تعاملوا مع المشروع بواحد بواحد الذكاء وواحد شوية ديال الإيمان يعني تكون عندكم إيمان أنكم هذاك المشروع غادي ينجح يعني ها أنتم ما عندكم الفرصة أنكم خديتم معلومات يعني أول مرة بغي نشريو الآن نبدأ لكم ها كيفاش طريقة باش تقلبوهم يعني تكون عندكم معلومات بسيطة مع المدة غري تعلموا ذك الشي كي يجي مع المدة وشوفوا لي فيديو في اليوتيوب راه كل شي كاين يعني عندي هنا يرى تقريبا رأني ذكر جميع يعني المعلومات ديال التربية ممكن عند حد خور ممكن تبحث المهم أن هذا المشروع يعني تبارك الله كيدخل خصغي شوية ديال التبات وشوية ديال يعني الدكاء كما قلت لكم في تربية المشروع وإن شاء الله الخير ديما جاي قدام ديما دو الشعار ديالي في الحياة والشعار ديالي في هذا يعني الضومين ها تربية ديال الأرانيب ديما الخير جاي لقدام إن شاء الله كنظر أنني يعني حضرت لجميع النقاط اللي ممكن أن المربي المبتدئ أنه يطبقها باش يبدأ المشروع دياله كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم مرحبا بكم الناس لماذا شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر الجام باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة